السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدام حضرتك دلوقتي خبر منقول عن شبكة برق السودان الإخبارية الخبر بيقول إن فيه مساعي إماراتية للإفراج عن الأسرى المصريين لدى قوات الدعم السريع في السودان مبدئيا كده إحنا كمصريين لا يمكن أن نقابل الإحسان بالإساءة بمعنى دولة الإمارات المحترمة بدرت بتقديم هذه المساعدة لشقيقاته الكبرى مصر وحليفتها فما ينفعش غير إننا نقول لإخواننا في الإمارات جزاكم الله خيرا لأن أصولنا بتقول كده هل جزاءه الإحسان إلا الإحسان؟ ومن ناحية تانية ما ننساش إن مصر عضو في تحالف بيضم السعودية والإمارات ومعاهم مملكة البحرين فكل الشكر لإخواننا في دولة الإمارات ولو كانت المبادرة دي من أي دولة تانية برضو كنا هنقول جزاكم الله خيرا أنا عايز في الحلقة دي أتكلم معاكم بكل صراحة وشفافية وفي نفس الوقت بواقعية والكلام بكل تأكيد مش هيرضي فئة معينة لكن هنا على القناة دي مش هتلاقي غير اللي يرضي ربنا ويدعو للالتفاف حول أولاة الأمور وعدم التقدم عليهم بس شوفي أخي سبحان الله على الأحداث وعلى المواقف والأزمات يعني في نفس الوقت اللي كان فيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في القاهرة من خمس أيام في اجتماع مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيدوب يمشي الشيخ محمد من هنا تقوم الحرب في السودان من هنا سبحان الله يقوم إخواننا البعد إياهم يقولوا إيه؟ يقولوا الإمارات وقفة ضد مصر في السودان طيب معنى كده أن الشيخ محمد بن زايد كان جاي يقول للرئيس السيسي في الاجتماع أنا هحربك في السودان مثلا ولا إيه بالضبط والله أنا مش فاهم الإمارات يا إخواننا مش طرف أساسا متهم ولا مطلوب منه أي توضيح بخصوص أي سياسة خاصة بيها زيها كده زي السعودية زي مصر زي أي دولة محترمة وده لازم حضرتك تكون فهمه كويس أوي بس اللي بيحكم الإصة هنا هي السبوبة يعني إيه الكلام ده؟ يعني باختصار الجمهور السعودي ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك جمهور كبير جدا الجمهور السعودي يقدر يرفع ويخفض المشاهدات لأي قناة أما الجمهور الإماراتي فتقدر تقول كده إنه على قده يعني مش هيرفع لك نسب مشاهداتك ولا يقدر يخفضها لك وبالتالي تعالى بقى نرمي التهم على الإمارات لأن محدش هيدافع عنها ولا هيهتم بتفنيد الأكاذيب ضدها ولا الرد عليها ليه؟ زي ما قلنا علشان المشاهدات اللي جاية من الإمارات إليه يطلعوا يحسسوك إن الناس هتطقي والله من الإمارات ومن سياساتها لدرجة إن فيه بعض اليوتيوبرز بيدخلوا بأسماء مستعارة علشان يعلقوا على القنوات اللي بتدعم التحالف العربي بنفس تعليقات الزباب الإلكتروني حضرتك متخيل؟ شفتوا ده حصل ضد قطر أو ضد تركيا أو إيران؟ والله ما حصل ولا متهيق ليه إنه ممكن يحصل فيه نقطة تانية مهمة هي إنه مش غريب اللي بيحصل ولا اللي لسه هيحصل ضد الإمارات ما هو موقفها في ليبيا قالوا لك إنه ضد مصر وحضرتك صدقت وموقفها في حرب اليمن قالوا لك برضو إنه ضد المملكة العربية السعودية وبرضو حضرتك صدقت الكلام ده يا راجل ده وصل بهم الأمر إنهم قالوا لك إن أبو ظبي ضد دبي وإن أبو ظبي هي اللي بتحاولك سيطر ومش عارف إيه والكلام العبيد ده وبرضو حضرتك صدقت فمعقول هتكذبهم يعني لما يقولوا لك إن الإمارات ضد الموقف المصري في السودان أو ضد الموقف السعودي أو ضد الموقف العربي بصفة عامة أكيد لا ده حتى الذباب والهب بي ده مش مستنيين فعلى الفور طلعوا يتدولوا صور للشيخ محمد بن زايد مع حمددتي ويقول لك الإمارات هي اللي بتدعم قوات الدعم السريع بقيادة حمددتي مع إن حمددتي ده هو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ولو ما كانش نائب رئيس المجلس السوداني يبقى بالعربي كده البرهان مش رئيس المجلس ده ورغم إن حمددتي زار أغلب الدول العربية وغير العربية لكن كالعادة تلاقي أسهم النقد رايحة على الإمارات فقط اللي كمان الحسابات الصفرة بدأت تنشر كلام عن ذخائر إماراتية مع قوات حمددتي أو الدعم السريع وسبحان الله ما تعرفش الإمارات إزاي لحقت في اليومين دول تبعت سلاح بالسرعة دي وتحدد هي وقفة مع مين في الحرب اللي هتكون مصرية دي حاجة غريبة فعلا بقى سياسة الإمارات اللي صنعت توازن بين أمريكا وروسيا والصين وإيران وإسرائيل هتقع في الفخ الغبي والساذج ده كلام يا أخوانا والله لا يعقل طبعا وبعدين إزاي الإمارات حددت موقفها بسرعة كده في وقت كل الدول إما سكتة أو خايفة تتحرك خوفا على مصالحها اللي هتتأثر بنتيجة الصراع الحالي طيب الإمارات مش كان لها وساطة سابقة في السودان قدت وساطتها دي لوقف الحرب هناك وحقن الدماء دلوقتي بقت الإمارات وحشة وهي اللي عايزة الحرب وهي اللي عايزة الدم للسودان والسودانيين طيب وبالنسبة لأطراف الصراع نفسهم دول وضعوهم إيه مع حضرتك واللي واقف معاهم ويبي دعمهم ورفضين أي صوت للعقل دول برضو وضعوهم معاك إيه أول طرق حل المشكلة يا إخواننا هو الاعتراف بالمشكلة لكن الناس بتكابر والدور بقى تدور على أي طرف تشيله مشكلتها حتى لو ما كانش ليه علاقة بالمشكلة دي لا من قريب ولا من بعيد المهم بس إن حميدتي يطلع حلو والبرهان اللي اختاروا بنفسه نائب ليه هو كمان حلو بس الجيش المصري جيش محتل ودولة الإمارات بتدعم الدعم السريع وندخل بقى في نفس الأفلام الهندي اللي ما بتخلصش دي بالنسبة للسلاح اللي قالوا إنه إماراتي لقوه مع قوات حميدتي محدش طيب حطلك كده أي احتمال عن إن السلاح ده مثلا ممكن يكون الإمارات صدرته في السابق للجيش السوداني ولما واقعت بعض معسكرات الجيش استولت عليه قوات الدعم السريع مثلا ولانتوا على طول كده جاهزين إن الإمارات بتدعم حميدتي فورا بالسلاح وبس إيه يا أخوانا العقول دي؟ سبحان الله أصبحت القاعدة عندهم والثابت معهم هو إساءة الظن بالإمارات مع إن الأطراف التانية أولى بسوء الظن ده خاصة اللي فقط قاعدة عسكرية واللي بيدفع حوالي أربع مليار دولار في مينة هناك في السودان مثلا لكن سيبك بقى أنت من كل ده وخلينا أقولك إن حاليا فيه محاولات مستمرة من أجل إقراج القوات المصرية من السودان بشكل سريع وده اللي كان في الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مبارح مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية واللي تناول الوضع في السودان وتأمين خروج القوات المصرية الموجودة هناك وزي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة إن فيه محاولات إماراتية لتهديئة الأمور بين الأطراف السودانية وبين الجيش المصري على خلفية ما حدث بشكل متعمد ومقصود في قاعدة مرواء العسكرية اللي كانت فيها قوات مصرية الإمارات مبارح استقبلت مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوق والنهاردة الشيخ محمد بن زايد طلع علشان يأكد على ضرورة إقاف التصعيد في السودان في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وإحماية المدنيين ودعم الشعب السوداني والعودة للمصار التفاوضي والسياسي ده غير الاتصالات طبعا اللي تمت ما بين وزراء الخارجية في السعودية والإمارات وأمريكا كل التصرحات اللي خارجها من الإمارات بتأكد على ضرورة الحل السلمي وإقاف الحرب وكل اللي هيتم تدوله في قنوات الإخوان حضرتك أكيد عارفه من غير ما أقوله ما أنت المفترض أنك تكون حفظتهم من كترة تحركاتهم الخيبة والعبيضة سياسة الإمارات واضحة وصريحة اتهموها بأنها ضد مصر في ليبيا وتم استقبال الشيخ محمد بن زايد لافتتاح القواعد العسكرية المصرية بعدها بعد كده قالوا أن الإمارات وقفة مع الجيش الإثيوبي ضد التجراي فحصل أكتر من خمس زيارات ولقاءات بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مرة كده سبحان الله ربنا بيبخسهم وبيجيبهم الأرض ومع ذلك لسه عندهم من البجاحة وقلة الأدب الكتير الإمارات دولة مستقلة وليها سياسة واضحة يمكن تقدر تشوف الزيارة دي في تحركاتها الأخيرة في أسيا وأمريكا الجنوبية ومناطق مختلفة في العالم أبرزها مثلا زيارة الرئيس البرازيلي اللي خرج من الصين تقريبا على الإمارات مباشرة واللي نمت العلاقات بين الصين بين البرازيل والإمارات بالنسبة 32% علشان توصل إلى 4 مليار دولار وطيران الإمارات هيسير أكتر من 11 رحلة أسبوعية للبرازيل واحتلت البرازيل المرتبة 23 بالنسبة لشركاء الإمارات على مستوى العالم الإمارات قررت ضخ 5 مليار دولار استثمارات في البرازيل لدعم العلاقات بين الجانبين ودخول شركات إماراتية كبيرة للسوق البرازيلي زي بنك أبوظبي وإلياسات وطيران الإمارات وغيرها من الشركات وخلي بالك أن التوجهات دي نحية البرازيل أو روسيا أو الصين كلها حاجات بتكشف أن الأمور في الإمارات مش ماشية ولا لها أي علاقات بالترندات الخيبة ولا بتدخل في مهاترات مع ناس نفسهم بس أن الإمارات تتحط معهم في جملة مفيدة لكن هيفشلوا كالعادة زي ما فشلوا قبل كده كتير ده اللي أنا كنت عايز أوضحه لحضراتكم في الحلقة دي علشان أي كلام تاني بيسيء سواء لدولة الإمارات أو للمملكة العربية السعودية دول بين حبها والرئيس عبد الفتاح السيسي أكتر من مرة رد على حملات التشكيك في إخواننا العربي على طول تعرف أن الكلام ده إما طالع من شخص مرتزق أو طالع من شخص صاحب فتنة ربنا يحفظ بلادنا العربية كلها ويحفظ تحالفنا العربي ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته